من بيت لحم ينضم إلينا فريد الأطرش رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بجنوب الضفة الغربية أهلا ومرحبا بك سيد فريد سيد فريد ما أهمية هذا الإضراب اليوم الحاصل في بيت لحم وهو أداة من أدوات المقاومة الشعبية بوجه الاحتلال الإسرائيلي بداية شكرا على الاستضافة وعلى إثارة هذه القضية المهمة التي تتعلق بالأحداث التي جرت في مدينة بيت لحم والتي راح ضحيتها أحد الأطفال البريئين الذي كان من المفروض أن يكون اليوم بين أسرته وأهله وأن يكون على مقاعد الدراسة هذا الطفل الذي أصبح شهيدا وقتل بدم بارد وأعدم من خلال جنود الاحتلال اليوم في بيت لحم أعلنت الإضراب والحداد الشامل لبعض الساعات احتجاجا على قتل الاحتلال لهذا الطفل ومن أجل أن نوجه رسالة للعالم الصامت من أجل أن يتحرك لوقف هذه الجرائم لوقف ما يقوم به الاحتلال من استهداف للأطفال الصغار وهذه السياسة التي يتمتع بها الاحتلال اليد الخفيفة على الزنات تجاه الأطفال وتجاه المواطنين الفلسطينيين العزل سيد فريد ما الذي يريد الاحتلال بهذا السلوك التصعيدي والإجرامي والاستفزازي هي للمرة الثانية بقرية الخضر نتحدث عن استهداف وقتل لأطفال صحيح هي المرة الثالثة خلال هذا العام يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقتل أطفال أقل من 18 سنة تتروح عمارهم من 14 إلى 15 إلى 16 عام هؤلاء الأطفال لا يشكلون خطرا على جنود الاحتلال ولا على حكومة الاحتلال هذه الحكومة التي تقتل الأطفال بدون أي ذنب تقتل هذه الأطفال لأنهم أطفال فلسطينيين يتجولون في المناطق الفلسطينية وهذا الاحتلال مدجج بالسلاح والمحمي بالدبابات يقوم بتصويب هذا الرصاص على الأطفال بهدف قتلهم للأسف نحن أمام هذا الاحتلال الذي يتمتع بالإفلات من العقاب لا يوجد من يردح هذا الاحتلال لا يوجد من يحاسب هذا الاحتلال لا يوجد من يقوم في هذا الاحتلال على أهمية المحاسبة ونداءات المحاسبة للإحتلال والجنود للإحتلال على قتل هؤلاء الأطفال وقتل الشهيدة شيرين شهيدة الكلمة رحمها الله والعديد من الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لكن المهم هو وقف الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وقف قتل الأطفال وقف قتل الصحفيين وقف استهداف الأطفال واستهداف الصحفيين واستهداف المواطنين الفلسطينيين نحن نريد أن تتوقف هذه السياسة وأن لا يستمر الاحتلال الإسرائيلي يتمتع بسياسة الإفلات من العقاب وأن يكون فوق المحاسبة وفوق المسائلة لأن عدم محاسبة الاحتلال وأن يستمر في الإفلات من العقاب هو الذي يشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم المخالفة للقانون الدولي والمخالفة لحقوق الإنسان والمخالفة لإتفاقية حقوق الطفل هؤلاء الأطفال الذين من المفروض أن يتمتعوا بالحماية وأن يشملهم الحماية لا أن يتمتعوا برصاصات الاحتلال ورصاصات الحقد الصهيوني وهذا الاحتلال الذي يستمر في هذه السياسات والجرائم والانتهاكات لكن هل سلوك المشين المتبع اليوم هل سيجبر برأيك المجتمع الدولي للتحرك ضد هذه الجرائم التي تستهدف أطفال تستهدف صحفيين تستهدف كبار سن وهم لا يشكلون أي خطر على قوات الاحتلال يعني حقيقة كل احترام للمؤسسات الحقوقية سواء المحلية أو الدولية ولكل العالم الذي يراقب ويسمع ويوثق هذه الانتهاكات وأيضا يقوم بمطالبة أن يكون هناك تحقيق ومحاسبة للاحتلال وجنود الاحتلال وقادرة الاحتلال والمستوطنين الذين يرتكبون هذه الجرائم ولكن النداءات الرسمية في العالم هي ما زالت نداءات خجولة لم ترقى إلى المستوى المطلوب لم ترقى إلى المستوى الجدي نحن لم نشاهد لغاية الآن أي محاكمة أو أن يكون هناك تحقيق في أي جريمة من جرائم التي قام بها الاحتلال سواء في المحكمة الجرائية الدولية أو في محاكم أخرى هناك لجان تحقيق لها احترامها ولها تقديرها وهناك نداءات وهناك توثيق لجرائم الاحتلال ولكن للغاية الآن لا يوجد شيء عملي وجدي على أرض الواقع من أجل لجم هذا الاحتلال والاحتلال الإسرائيلي يتهرب من المسائلة ويتهرب من المحاسبة ويعتبر نفسه فوق المسائلة والمحاسبة لذلك موضوع المحاسبة والمسائلة هو مهم ولا شك إنه مهم ونحن على ثقة أنه سيأتي اليوم الذي سيتم المسائلة كل من قام بانتهاك حقوق الإنسان ولكن نحن نريد الآن وقف هذه الجرائم وقف هذه الانتهاكات وقف قتل الأطفال وقف سياسة اليد الخفيفة على الزناد التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي وجنود الاحتلال والمستوطنين وإطلاق يدهم على كل ما هو فلسطيني